إذا لمناقشة تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية ثانية والمشاريع التي عدها حزبه والتحديات التي تنتظره ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أغلو وعبر اسكايب من اسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين أهلا ومرحبا بضيفين الكريمين أبدع معكم دكتور مصطفى أدى رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية ليكون بذلك الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية الثاني عشر نعم الثاني عشر المراقبون يصفون هذه الانتخابات بالأصعب التي مرت على تركيا ما السبب في صعوبتها دكتور مصطفى أولا تحية لكم وكل مشاهدين وبضيفكم الكريم من المؤكد أنها كانت من أصعب الانتخابات بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان لأنه دخل هذه الانتخابات في ظروف اقتصادية قاسية في ظل غلاء معيشة أثر على كل الناخبين والمواطنين الأتراك أيضا الزلزال القرن الذي أحدث دمارا في 11 محافظة أيضا العلاقات الاقتصادية والتجمع يعني كل الغرب تحالف الغرب مع المعارضة الداخلية التي اجتمعت بطاولة سداسية وسباعية وربما أكثر من ذلك من أجل الهدف الوحيد الذي كان يجمعهم هو إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان لذلك ما حدث بتركيا من غلاء معيشة بسبب كورونا وسبب الحرب الأكرانية الروسية وبسبب الزلزال كان بحد ذاته كافيا لأن يسقط أكبر حكومة في أكبر دولة متقدمة حتى في ألمانيا ما كان لدول حكومة أن تصمد أمام هذه العقبات والمصاعب التي اعترضت الرئيس رجب طيب أردوغان لكن الرئيس رجب طيب أردوغان وبصدقه بمصدقيته وبحكمته وحنكته استطاع أن يحول هذه الأزمة هذه المحنة إلى إنجازة أن نقول إلى محنة منحة أو انتصار لأنه وعد الناخبين والمتضررين بالزلزال بأن يقوم بإعادة الإعمار خلال عام واحد وكانت هناك ثقة من قبل المواطنين بالرئيس رجب طيب أردوغان لأنه عندما يعد يفي ويستطيع أن يقوم بما يعد به وليس مثل المعارضة التي كانت توزع المقاعد والكراسي ونواب الرؤساء ها هو الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم يضع نائب واحد وليس سبع نواب أو تسع نواب كما كانت تعيد المعارضة أستاذ حمزة أجدد الترحيب بكم يعني كما تعرفون قال الشعب كلمته اختار الرئيس أردوغان بنسبة تجاوزت 52% بداية كيف تقرأ هذه النسبة في ظل الشحن الإعلامي الذي قامت به المعارضة وأيضا قام به الغرب ضد الرئيس أردوغان يعني بنهاية المطاف نجح الرئيس تركيا رجب طيب أردوغان سيدي الكريم في هذه الانتخابات التي شهدتها تركيا الشهر الماضي وبالتالي هو أصبح رئيسا للجمهورية هذه اللعبة الديمقراطية بغض النظر عن النسبة التي كسب بها هو كسب اليوم شهدنا حفل التنصيب وإعلان الحكومة الجديدة نحو قرن تركيا انطلقنا نحو قرن تركيا الغرب تكلم كثيرا الإعلام الغربي تكلم كثيرا وأذناب هذا الإعلام في الشرق الأوسط تكلم كثيرا وما زالوا يتكلمون ولكن كلهم حضروا اليوم في حفل التنصيب وباركوا للرئيس تركيا رجب طيب أردوغان وشاهدوا بأم أعينهم يعني الحفل المهيب الذي يليق بانطلاقة قرن تركيا يعني كل الذي اتبعوه في المرحلة الماضية خلال الشهرين الماضيين من الهجوم على تركيا وعلى الرئيس تركيا رجب طيب أردوغان ذهب هباءا وكل محاولاتهم للتأثير على الانتخابات التركية وإسقاط الرئيس تركيا رجب طيب أردوغان ذهبت هباءا والرجل كسب باللعبة الديمقراطية لم يستطع أحد لا في الداخل ولا في الخارج أن يشكك بسير العملية الانتخابية في تركيا وبالتالي ها هو رئيسا للجمهورية التركية لولاية ثالثة أعلن قبل قليل أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة نحن أمام انطلاق فعلية بكل ما تحميله الكلمة من معنى لمسيرة قرن تركيا قرن تركيا بدأ فعليا اليوم محفل التنصيب ومع الحكومة الجديدة الإصرار والقرار بسرعة العمل يعني واضح من خلال سرعة تشكيل الحكومة واضح أيضا من سرعة موعد عقد الاجتماع الأول لهذه الحكومة يوم الثلاثاء المقبل وبالتالي هناك مرحلة مقبلة من العمل مرحلة مقبلة من التحديات بكل تأكيد ولكن من استطاع برأيي أن يتجاوز التحديات الخطيرة في المرحلة المقبلة قادر مع الحكومة الجديدة ومع الشعب التركي الذي أعطاه أفقة قادر أن يتجاوز الصعوبات في المرحلة المقبلة أي الرئيس تركي رجب طيب أردوغان يعني صاحب تجربة هو ليس ابن أمس في العمل السياسي ابن تقريبا خمس عقود في العمل السياسي وبالتالي نتوقع قرنا تركيا باهرا وكبيرا وعظيما بدأ فعليا بدأت مسيرته فعليا ومعالم هذا القرن برأيي لن تتأخر كثيرا دكتور مصطفى يعني هناك من يرى أن اختيار أردوغان هي بمثابة يعني وصفوها صرخة في وجه خطاب الكراهية التي تبنته أو الذي تبنته المعارضة ما مدى دقت هذا الطرح؟ أنا برأيي أن الرئيس رجب طيب أردوغان عندما يعني بعد كل انتخابات يكون له محاسبة ذاتية بالبداية يعني أين أخطأنا أين قصرنا لماذا لم نستطع إلى كل الناخبين لماذا لم نستطع أن نقنع كل الناخبين على عكس المعارضة التي دائما تتهم الناخب بأنه جاهل وبأنه لا يعرف أن يختار وبأنه صوته يجب أن يعتبر يعني يجب أن تكون هناك تصنيف للأصوات يعني هناك من يقول أن الأستاذ الجامعي يجب أن يكون أصواته يقابل عشر أصوات من الناخبين العديد وهذا استصغار ويعني استهزاء بالديمقراطية وبالناخب والمواطن التركي اليوم حتى نظام الكراهية أنا أتوقع وأظن ويعني حسب ما يعني أعرف أن هناك نوع لدراسة لماذا هذه الأسباب وهذا ما يجب أن يكون صراحة لماذا هذا الخطاب الكراهية هل هناك أخطاء في تربية الأجيال وأنا أعرف أن الرئيس رجب طيب أردوان له نوع من يعني ربما العتاب على منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدنية بأن يكون لها أيضا دور فعال في محاولة الوصول إلى الشباب ومحاولة زرع يعني أفكار جديدة أفكار إيجابية عند هؤلاء الناس يعني لا يمكن أن يعني يخرج ناس ويعني يقولون لمن ساعدوهم من المتضررين بالزلزال بأننا يعني نادمين على مساعدتكم لأنكم لم تصوتوا لنا هذا يخرج عن الإنسانية ويخرج عن هذا دليل على أن هؤلاء الناس ربما بعيدين ربما عن الوازع الديني عن الوازع الأخلاقي عن الوازع حتى الديمقراطي والإنساني لذلك أظن أن المرحلة القادمة أيضا ستشهد نوع من محاولة فهم جذور يعني هذا الفكر الذي تأباه تركيا ويأباه المواطن التركي وكل من يعني له ينتمي إلى الشرق وينتمي إلى الدين الإسلامي يجب أن لا يقبل بهذا المفهوم أظن أن رجل طيب وليس سيعمل على محاربة هذا الفكر ليس بمحاولة يعني اتهام الآخر بأنه جاهل وأنه لا يعرف أنه يعني أصول التعامل مع الناس إنما بمد جذور التواصل مع هؤلاء الناس وإقناع هؤلاء الناس وخاصة الشباب أتوقع أن المرحلة القادمة ستكون لها دور كبير في نحاس إصلاح المجتمع من أجل القرن التركية القادم أستاذ مصطفى يعني قبل قليل اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكابينة الوزارية ولكن في هذا الإطار ما الذي لفت انتباهكم في هذه التشكيلة ما هي العلامات الفارقة تحديدا أستاذ حمزة نعم سيدي هل سمعت السؤال سمعت السؤال ولكن أنت في بداية السؤال قل نعم آسف آسف جدا أستاذ حمزة قبل قليل اختار رئيس التركي رجب طيب أردوغان الكابينة الوزارية ما الذي لفت انتباهكم في هذه التشكيلة أستاذ حمزة طبعا سيد الكريم تشكيلة قوية يعني الأسماء نحتاج وقت كثير لاستعراض الأسماء ولكن بشكل عام الأسماء مختارة بعناية كبيرة رئيس الاستخبارات التركية هذا الرجل القوي صاحب العلاقات الواسعة جدا حول العالم أصبح وزيرا للخارجية التركية هذا يؤشر إلى قرار تركي بقوة في السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة وحسم بكثير من الملفات إما عن طريق الدبلوماسية الناعمة وإما عن طريق الدبلوماسية على طريقتها كانفدان وبالتالي شخص قوي في مركز قوي ومركز حساس في مرحلة قرن تركيا كذلك قضية الاقتصاد هامة جدا ورسالة إيجابية لكل المهتمين بالاقتصاد التركي عندما يعين الرئيس التركي رجل طيب أردوغان مساعده وهو خبير اقتصادي جودة يلمز ويعين وزيرا للمالية وهو خبير اقتصادي متميز وقوي جدا في هذا وله باع طويل في هذا الأمر محمد شيمشيك يعينه وزيرا للمالية أي أن هذين الشخصين في مركزيهما سيكون لهما تعاون كبير وتأثير إيجابي على الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة وزير الدفاع التركي الجديد هو رئيس أركان الجيش التركي نفس منصب خلوصي أكار قبل أن يصبح وزيرا للدفاع رسالة واضحة على استمرار سياسات الجيش التركي خاصة خارج تركيا ضد التنظيمات الإرهابية وبالتالي هو قضية بقية الوزراء انطلاقة قوية جدا لقرن تركيا مع هذه الحكومة التي تحمل أسماء من سقور السياسة التركية والعسكر التركي والاستخبارات التركية وخبراء الاقتصاد في تركيا وبالتالي أتوقع أن تكون هذه الحكومة لها تأثيرات إيجابية سريعة جدا عسكريا واقتصاديا وأميا وسياسيا على مسيرة تركيا التي كما ذكرنا انطلقت اليوم وعنوانها قرن تركيا دكتور مصطفى إذن بالنتيجة أن سيد أردوغان رئيسا لتركيا في قرنها الثاني ولكن ما أهم المشروعات التي حملها أردوغان في القرن الجديد؟ تعقيبا على تشكيلة وزارة منذ أسبوع وهناك لوائح وقواء بأسماء الوزراء الذين سيختارهم رجل طيب أردوغان اليوم وكعادته رجل طيب أردوغان فاجأت جميع باختيار أسماء لم يكن كثير من المتابعين يتوقعونها هذا مزج ما بين الخبرة وما بين الشباب وما بين تسلسل يعني أغلب الناس الذين اختارهم جاءوا من مؤسسات ولهم خبرة أيضا لكنهم شباب لديهم الطموح من أجل الاستمرار لخمس سنوات قادمة بالإضافة إلى ما ذكره الضيف الكريم أيضا هناك وزير التجارة وهو عمر بولات الذي يأتي من جمعية المستقلين الأتراك كان رئيسا سابقا له علاقة جيدة مع رجال الأعمال ولذلك هناك ثلاثة أشخاص اليوم سيحتمون وسيتولون الملف الاقتصادي وهو أهم ملف اقتصادي بالنسبة للرئيس رجل طيب أردوغان القادم تركيا انتهت من البنية التحتية ورجل طيب أردوغان استطاع أن ينتقل اليوم الطرق عشرات الآلاف الطرق المطارات المستشفيات كثير من الأمور البنية التحتية تركية انتهت منها تجاوزتها تجاوزتها وجاء اليوم من أجل أن يحصد الرئيس رجل طيب أردوغان ويقطف ثمار ما زرعه في خلال العشرين سنة الماضية وبشكل سريع لذلك سيكون هناك توجه على أهم ملف بالنسبة للتركية هو الملف الاقتصادي وغلاء المعيشة والسكن يعني إعادة الإعمار من جديد هذا لذلك يعني جاء بمحمد شمشيك محمد شمشيك هو وزير مالية سابق وله باع طويل في الحكومات السابقة وكان نائب رئيس الوزراء عندما كان الرجل طيب أردوغان رئيس الوزراء وأيضا له علاقات قوية وكبيرة مع الغرب ومع المؤسسات الاقتصادية الغربية وأيضا هو من جدور كردية لذلك يأتي من الشرق هذا أيضا رسالة إلى الشرق رسالة إلى الشرق ورسالة إلى الغرب بنفس الوقت وكذلك بقية الوزراء بقي وزيرين وهما الذين لم يعني وجاءوا أصلا من مؤسسات مدنية وزير الصحة وزيرنا ووزير السياحة أيضا الذين صراحة أبدعوا في وزاراتهم وخاصة وزير الصحة تعرضا لأزمة كورونا واستطاع أن ينجح ويكسب ود ومحبة كل الناخبين المواطنين للأتراك لذلك باقية وهم كانوا لا يرغبان بالاستمرار لذلك أظن أن المرحلة القادمة يعني يميزها ثلاث ملفات كبيرة جدا جدا الاقتصاد التجارة والاقتصاد بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى والعلاقات أيضا الخارجية والعلاقات الإقليمية يعني مع الصناعات الحربية يعني النهضة بالصناعات الحربية طيب أستاذ حمزة اختيار الشعب للرئيس أردوغان ألا ترى أنه اختيار للنظام الرئاسي وبنفس الوقت قد أطاح بفكرة العودة إلى النظام البرلماني للأبد هل تعتقد ذلك يعني بكل تأكيد الشعب التركي اليوم اختار الرئيس تركي رجل طيب أردوغان لمسيرته الطويلة ولوعوده التي نفذها وكان عند قدر وعوده في المرحلة الماضية وإيمانا أنه قادر على تنفيذ الوعود المقبلة ومن هذه الوعود منع عودة تركيا إلى الأنظمة السابقة الأنظمة التي عرقلت بناء تركيا على مدى أكثر من ثمانين عاما الأنظمة التي لم تنتج إلا الحكومات يعني الخلافية التي لم تستطع أن تفعل أي شيء لتنمية تركيا وبالتالي اليوم النظام البرلماني أصبح خلف الشعب التركي وبالتالي أحلام المعارضة التركية ماتت ومن الصعب إعادة إحيائها بل من مستحيل هذا الأمر تركيا منطلقة بقرنها الجديد بنظامها الرئاسي الجديد وأحلام المعارضة كلها ماتت يعني ليس فقط قضية النظام الرئاسي دكتور مصطفى أشرتم إلى علاقات تركيا الخارجية والأقليمية ولكن تعتقد أن علاقات تركيا الخارجية وأيضا تصالحها مع محيطها ربما هل تعتقد أنه سيفتح الباب أمام دعم كبير للاقتصاد التركي؟ بما لا شك فيه يعني دائما تركيا كانت تقول أن دائما تركيا تريد أن يكون هناك استقرار في الدول المجاورة والدول العربية بشكل خاص لأنها تدرك أن أي استقرار في هذه البلاد سينصب حكما وتلقائيا لمصلحة تركيا لأن تركيا هي الدولة الوحيدة ربما المؤهلة لأن تخدم وتقدم وتدعم ما يطلبه أو متطلبات هذه الدول في حال حصول الاستقرار لذلك بالفعل كانت تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في العراق وفي سوريا وفي كل الدول الأخرى وأظن أن هناك اليوم توجه جديد إلى بناء علاقات متينة وقوية تركيا دائما تطالب أن تكون هناك استقلالية بالقرار الوطني قرار تلك الدول المجاورة وأن تكون العلاقات الاقتصادية يعني عدم مرتبطة بربما ببعض الملفات الأخرى يعني هذا ما تجيده تركيا اليوم هناك خلافات مع روسيا على كثير من الملفات لكن العلاقات الاقتصادية الروسية يعني تكاد تكون تركيا الروسية من أفضل ما يكون أيضا مع ألمانيا هناك منافسة غير مباشرة في كثير من الأمور مع فرنسا مع أمريكا مع إيران مع كل الدول لذلك أنا أتمنى من الدول العربية أن يكون لديها أيضا براماتي الفصل ما بين الملفات أن لا ننظر للأمر إما أبيض أو أسود ويكون التعاون على ما يحقق مصلحة الوطن بالفعل مصلحة البلاد وما يخدم المواطن ولأن لا نربط العلاقات مع تركيا بمجال ضيق ونصر على أن يكون هذا الملف إذا لم يحل هذا الملف لن تكون هناك علاقات أخرى هذه ما تتميز به السياسة التركية صراحة وأنا سمعت كثير من المعلقين بقنوات عربية يحصرون العلاقة في مجال ضيق لا يخدم دولهم ولا شعوبهم بالدرجة الأولى لذلك سيكون هناك انفتاح جديد على كل هذه المستويات أستاذ حمزة المراقب لسياسة الخارجية للرئيس طيب أردوغان هناك توازن في العلاقات التركية وتوازن حميد جدا هل هناك توجه جديد للتعامل خاصة مع المنطقة العربية في ولاية أردوغان الجديدة تعتقد ذلك؟ يعني استمرار سيدي الكريم سياسة أردوغان الماضية مع توسع هذه السياسة وهي التقارب مع العالم العربي وتحسين العلاقات بكل تأكيد مع العالم العربي تركيا ترتبط اليوم بالعالم العربي بعلاقات سياسية مهمة جدا وكذلك خاصة بعلاقات اقتصادية وتجارية تنعكس إجابا على مختلف الشعوب العربية وعلى الشعب التركي لذلك في المرحلة المقبلة سيكون عنوان العلاقات بالدرجة الأولى بين تركيا والعالم العربي هو العنوان الاقتصادي بطبيعة الحال وهذا ينعكس لاحقا إجابا على مختلف الأصعدة والقطاعات بين الطرفين بالتالي يعني اليوم الرئيس تركيا رجل طريب أردوغان خلال العشرين سنة الماضية عاد الكثير من العلاقات وتحسين العلاقات مع العالم العربي لذلك في المرحلة المقبلة في قرن تركيا من ضمن العنوان الرئيسية في قرن تركيا هو تعزيز العلاقات مع العالم العربي اليوم العالم العربي موجود على الحدود مع تركيا لا تركيا تستطيع أن تشطب هذا العالم عن الخريطة ولا العالم العربي أو جزء من هذا العربي يستطيع أن يشطب تركيا عن الخريطة وبالتالي الأفضل لكل الطرفين برأي مزيد من العلاقات ومزيد من تحسين العلاقات على مختلف الأصعدة وبالتالي هذا الأمر ينعكس إيجابا على الملفات الحساسة المشتركة لكل الطرفين للشعوب العربية والشعب التركي طبعا تبقى هناك محاولات من قبل الغرب لعدم إتمام هذه العلاقات ووصول هذه العلاقات إلى مرحلة متقدمة مع بعض الذين يسيرون بفلك الغرب في منطقة الشرق الأوسط ولكن برأيي ستبقى إرادة الذين يريدون علاقات تركيا عربية جيدة ومتقدمة ستبقى إرادتهم هي الأقوى في المرحلة المقبلة مع قرن تركيا دكتور مصطفى علاقة تركيا مع الدول الصناعية في الفترة الأخيرة وأنتم أشرتم إلى ذلك شهدت تركيا طفرة نوعية وطفرة كبيرة في الصناعات العسكرية تحديدا ولكن هل سيسمح الغرب بها مش أكبر لتلك الصناعات بعد أن أصبح تركيا تنافس دول كبيرة خاصة في مجال الصناعة العسكرية؟ أولا يجب أن نشير أن العلاقات التجارية التركية الغربية هي أكبر بكثير من العلاقات التجارية التركية مع الدول العربية يعني علاقات تركية تجارية هي مع ألمانيا مع الدول الأوروبية بشكل خاص لها الثقة الأكبر لصادرات تركيا هي تتجه نحو الغرب ولا تتجه نحو الشرق فالسوق الأوروبية بالنسبة لتركيا مهمة جدا جدا والسوق الأوروبية بحاجة إلى تركيا الرئيس رجل طبيب أردان له مقول دائما يقول يعني الجار السيء يجعلك تصبح مالكا للبيت يعني الدول الغربية عندما تعاملت مع تركيا بشكل ابتزاز وعدم مساعدتها على دعمها بكثير من الأسلحة بكثير من الأمور التي كانت تحتاجها تركيا في أمس الحاجة إليها جعلت تركيا تبحث وبشكل بنفس طويل على أن هي تستطيع أن تصنع هذه الأسلحة وهذه الطائرات خدمها بهذا الأمر أنها كانت على علاقات جيدة وكانت هي تقدم جزء كبير من هذه الأسلحة يعني نحن نعرف أن الشراكة على الطائرات المتقدمة يعني في الأمريكية كانت تركيا هي جزء أساسي من تطوير وصنع أجزاء كبيرة من هذه الطائرة لذلك وجود تركيا على شراكة قديمة مع الدول الغربية ساعدها أن تستطيع أن تنطلق ويعني ابتزاز الغرب لتركيا مثلا عندما حتاجت تركيا إلى صواريخ الباتوريوت يعني تم سحب الباتوريوت إلى إسبانيا تركتها يعني كثير من الأمور جعلت تركيا تبحث وبشكل جدي وتركيا مؤهلة بشريا واقتصاديا وصناعيا على أن تقفز هذه القفزات وهي اليوم أصبحت يعني اليوم من نسبة الصناعة المحلية بالتسليح العسكري وصلت إلى 70% أو 80% لم تعد بحاجة إلى 20% وهذا 20% تستطيع تركيا اليوم أن تؤمنها بأي مكان آخر فليست بحاجة إلى الغرب والغرب يتعامل بمنطقية مع حجم تركيا الجديد الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أغلو شكرا جزيلا لحضوركم هنا في الستوديو دكتور وكان معنا عبر اسكايب من اسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين شكرا جزيلا لكم أستاذ حمزة